انتقل بقى لكرة أسلة رجال وسيدات. النهاردة الرجال لعبوا 3 بطولات. دي البطولة الثالثة ليهم. لعبوا الأول بطولة العالم اللي تلعبت في السلغافورة. وبعد كده راحوا على الدوحة لعبوا البطولة العربية. وبعد كده لعبوا أو بيعابوا دلوقتي الدور الثمانية في الدور المرتبط. في كاس سوبر كابتن كمان. كاس سوبر نقاس. الله ينور عليك رجالة البحرين. النهاردة بديكلم دي رابع بطولة. الناس يمكن ملاحظة شوية احتزاز مستوى فريق كورت السلة أبين داون شوية. ممكن يكون فيه احتزاز أصلا أثناء المباراة نفسها. صحيح. تحليلك لدائي وتحليلك لأداء فريق السلة الرجال. أنا دايما كلنا ثقة في طبعا الجاز الفن واللعيبة لفريق كورت السلة رجال. وأجوزت بصراحة من ساعة ما جاء النادي الأهلي أو تم التعاقد معي. فهو عام شغل واضح مع النادي الأهلي. ومحقق طبعا البطولات حتى هذه اللحظة بشكل كبير جدا وبشكل ناجح. لكن الفترة الأخيرة اللي الناس ما تعرفهوش. أو يمكن مش كتير مننا بيتابع الألعاب الجامعية. إن فرقة السلة أو القوام الرئيسي بيبقى للمنتخب هو من النادي الأهلي أو من رجال سلة الأهلي. أنت اللعيبة دي كابتن لو شفت كم البطولات اللي هم لعبوه وعدم الراحة للعيبة دي. هو موسم كامل بيلعب وبيحقق كل البطولات. وكمان بيروح يلعب مع المنتخب. وبيرجع يبتدي الموسم من غير. يعني مفيش راحة. يعني مفيش حتى. مثلا إن هو يقدر يخده يومين ثلاثة أربعة تيام. مثلا راحة في القسط. فيمكن ده اللي حصل. الفترة الأخيرة. إن إحنا شفنا. في طبعا البطولة العربية. قدرنا الحمد لله إن إحنا نكسب السوبر. بعد كده دخلنا طبعا في دور المرتبط. النادي الأهلي. آه صعد تاني المجموعة. وكنا نتمنى إن هو يصعد آه المجموعة. لكن أكيد. الفترة اللي فاتت. وطبعا التعب الواضح على لعي النادي الأهلي. والمستر أجوشتي كمان قدر راحة إجبارية المجموعة من اللعيب. أكيد طبعا. وده كان مهم. صحيح. تتنزل الكرف بنفسك أحسن ما ينزل على غير قرارة. أكيد. ده شفنا طبعا في المبارات الأولانية في دور المرتبط. لكن النادي الأهلي عمل مبارات كبيرة قدام نادي الزمالك وقدر ترجع روح وشخصية. مبارات مبارح كمان. آه مبارات مبارح. فبعد كده طبعا قدر إن إحنا شفنا مبارح أو مبارات مبارح. أنا بالنسب اللي شايفها إن النادي الأهلي قدر يكسب نادي الزمالك بكل سهولة. كنت شايف المباركة سهلة. بكل سهولة ليه؟ عشان الروح وشخصية وأداء النادي الأهلي اللي إحنا متعودين عليه رجع. رجع في لعبة النادي الأهلي. أكيد طبعا أي لعب مهما حصل ممكن بيحصل منه أي تراجع في المستوى. لكن بتقدر لعبة النادي الأهلي إن هي ترجع. وده اللي شفنا مبارح فيه طبعا مبارات الزمالك. إذن أن الفريق يحقق طبعا بمكسب كبير جدا. وبكل سهولة أنا شفت المباراة. المباراة من بدايتها لعبة مركزة. بيبصوا على التأهل أين كان بقى في نص النهاية هنقابل مين؟ طب يا رشاد برضو أنت شايف المرتبط يعني ما شاء الله الجماهير بقت عندها ثقة غريبة دايما على مر للسنوات. أكيد. إن الناشئين بتوعنا والمرتبط هيكسب المباراتين مع أي فريق في مصر. أكيد طبعا. يعني سالفات شفنا والقابليها والقابليها من خلال متابعاتنا الدقيقة والقريبة. صحيح. فالنهاردة ده يدل على إيه؟ هل ده يدل على الشغل المبزول في قطاع الناشئين دايما؟ هل يدل أن النادي الأهلي بيحسن اختيار وانتقاء اللاعبين؟ يعني شايف ده تبريده إيه أو تفسيره إيه استمرارية؟ بسا كابتن في النادي الأهلي هم شغالين على شغله واضح جدا. وبالذات في قطاع الناشئين. أنا مش في كورة السلة بس. نادي الأهلي بيعتمد على ولاده. وبنشوف دلوقتي عناصر بين الشباب موجودة في طبعا قطاعات الناشئين. زي طبعا كابتن مود الجرحي. ففيه شغله واضح. شغل من الصغر أو الناشئين دول بيتأسسه على طبعا قواعد. وحاجات مهمة جدا داخل النادي الأهلي. إن اللعيبة دي بيموتوا نفسهم في المباراة علشان يكسبوا. بيموتوا نفسهم علشان يكسبوا البطولة. فالشغل الواضح والشغل النجح اللي معمول في الألعاب الجامعية هذا الموسم والموسم اللي فات بصراحة هو ده نتاجه طبعا البطولات اللي احنا بنشوفها دلوقتي. دي حاجة. الحاجة التانية إن احنا متابعة طبعا الناس للفرق سواء طبعا المرتبط أو الكبار. وكمان إذاعة المباراة اللي احنا طبعا بنشكر قناة النادي الأهلي إن هم دايما موجودين مع الفرق دي ويزوعوا طبعا كل المباراة. فخلاص الناس أو الجماهير بقت تطمنت بتشوف طبعا اللعيبة الصغيرة أو فريق مرتبط بيقدموا طبعا المباراة بعد من يعني فيه أوقات بتبقى الفرق دي خسرانة مثلا بفرق مثلا عشان موقع. بس الناس عندها ثقة أنها تكتب. بس هم عندهم ثقة. يعني إحنا نبالح من نتفرج المباراة وإحنا بنتكلم بتاع بيقدر. صحيح إحنا حصل فيه تراجع في المستوى لكن هم الناس كانت على ثقة النفاري المرتبط وإدري النفاري المرتبط يعمل طبعا مباراة ويحول طبعا النتيجة. وده برضو في السيدات يعني في السيدات. نفس الكلام طب خلينا ناخد رأي ناجي برضو يعني ناجي انت رأيك مبارح مباراة الرجال والسيدات. خلي أكلم عن رجال تحديدة المباراة تماشى إيزي جيم زي ما رشاد يعني تفضل وقال إن المباراة سهلة علينا الحمد لله محسسناش إن إحنا بنالها سورة مباراة لا فيه نوال وحالة نفس الكلام بالنسبة لمرتبط الدنيا كويسة. عايزك تعلق عليه فنين وبرضو عايزك تروح تعلق على العقوبات اللي النهاردة أقرناها التحديد. العقوبات دي يا كابتن يعني تصرف بالنسبة لي إيجوستي يعني لازم يلاحظ برضو يكون أمين فيه شوية وأكيد الكرة كانت لا خلي بالك برضو وناجي إحنا بنتكلم على إيه إحنا دايما بنقول مين الفعل ومين رد الفعل. صحيح يعني دايما بيكون مستر إيجوستي مباراة انفعاله الشديد كان بسبب إن الكرة واضحة لكل. معاك وإحنا كلنا كنا بنوصل. اديني حقي وأنا ما نفعلش. ما ده ده. اديني حقي على مستعد ما نفعلش. إحنا للأسف إحنا مشكلة إحنا متعودين من التحكم المصري وإحنا أكم من المرات قلنا إدي الأهلي عن دارة حكمية وأنا ما عديش مشكلة للأهلي يخص. بش زبت. يعني بكل صراحة وكل وضوح أنا واحد من الناس أبقى أنا شايف إن عندي إحنا تماريهم. وده كلام اللي قال له كابتن رحمد الجرح بهذه المباراة. كلها بتتكلم إن مش مبسوطة من أداء فرقة البسكت بعيدة عن مباراة 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 يعني بصالحة الجماعية. ليه لسبب واحد. الناس كانت هي الناس شايفة إنه في مشكلة في أداء الفرقة. يعني هي الناس نفسها هي مراية الفريق ومراية النادي فهي شايفة هي الناس شايفة. إنت لما خسرت من الاسبورتجن والناس ما طلعتش قالت الحكام. أنت لما خسرت من سبورتينج تاني في العودة الناس مطلعتش قالت أن الحكام أرسوا علينا ولا أن إحنا عشان بلعب في اسكندرية ما خلي بالك السبب ده ناجي زي ما أنت بتقول هو لو بيخلي اتحاد السلة جيب في الفينالس حكام أجان هو الموضوع ووضح وصريح يعني احنا شتح على بعض أنا كان وجهت نظري أنه كان مستر جوستي يكون عنده من الزكاء أكتر من هو يفوت على طاقم التحكيم أنه هو يجره لنفس الفكرة اللي هم محتاجينه فيها بالنسبة يعني أنا بتكلم على أنه الفرقة الأهل هي في ايد مستر جوستي في مباراة الزهاب في ماتش الاتحاد بس خلينا نقول أن الجرح قادر مباراة كويس جدا يعني بأمان الجرح يحسد عليه زكاء في الملعب بشكل كبير جدا ما تقدرش أي مشكلة اللعيبته أنه اللعيبة مش قاعدة وربصة بره أنه مستر جوستي يبص علينا عاري خالص فيه هدوء فيه سلاسة الأمور بتتم بكل بساطة أنا حتى كنت بركتله مباراة بعد المباراة أنه تحديدا على أنه هو كده كده أكيد لازم هبركتله على فوز الفرقة لكن على أنه هو مولد فعلا بجد تحضير لمدير فني هيكون لي شأن كبير جدا في كرة الصلة المصرية بزكاءه بتحضيره بهدوءه وأكيد يتعلم كتير من خلال قربه من مستر أجوستي بوش صحيح خلينا نروح لحتة مهمة جدا وهو النادي الأهلي مباراة تحط في اختبارات يعني اختباره أنه فرق كتير وبعد كده النادي زامالك قرب الفرق وتعادل وبعد كده يعني فرق كتير فالنهاردة أنت بتتحط في الجيم الواحد في عدة اختبارات محتاجة أسليب لقبة مختلفة في أسليب أو فيه وقت هتحس تبهم محتاج تسرعوا فيه وقت أنت بحتاج تقفر الجيم فده بيدل على خبرات كبيرة للنادي الأهلي ده هو الأهم من ده كبتن كمان يعني هو أنت أن أنت تبص مرة واحدة الكوتش مش موجود معك على الدكة فهو ده ده بالنسبة لي كان أهم يعني ده مصدر الخطورة ما كانش عندي مشكلة على فكرة أنه حتى لو الزمالك عمل راننج علينا ورجع في النتيجة ما كانت شاتب أفرق بالنسبة لي لكن هي القصة أنه هو اللعيبة نفسها هتستوعب الفكرة دي إزاي وهتقدر وهيتخضوا هاللعيبة هتبقى بالنسبة لها الموضوع ده هيعمل لهم زي تشوك أنه هو اللعيبة نفسها هتمش تستوعب فكرة أنه أجوزت يوقف على الخط لا 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 كل اللعيب مركز في الجيم كل الكلمة اللي كان بقولك بطينا أحمد الجرح مبارح أنه إحنا سفر سفر